شخ راشد نعم تبسامو ليو تبسامو ايه تفضل ان شاء الله الابتسامة هي مفتاح القلوب كتبسامو نيو فنقو وقفنو نيو إذا أردت فتح الباب أحضر المفتاح الرئيسي لهذا الباب وكتاك كو فنقو ملانقو هوته بس شرط تقول تهو فنقو سيكو ملانقو هوته وإذا أردت فتح مورك المغلقة عليك بالدعاء لكام وكتاك فنقو مبوياكو يلي فنقوك بس لازمة وتمية دعاء وإذا أردت كسب قلوب الناس عليك بالابتسامة لكام وكتاك فنقو مبوياكو بس شرط تكونزا وتبسامو قال عليه الصلاة والسلام كي بينزيو الله صلى الله عليه وسلم على سيما تبسامو كفي وجه أخيك صدقة وتبسامو بيليا أسو ولو ياكو بكياكين صدقة عندما تبتسم ونقو تبسامو تحافظ على صحتك وليفادي أفياكو الابتسامة أمرها عجيب ابتسامة أو تبسامو يني يمبل أجابك بيس ورسمتها لحبيب شعر بالراحة ورسمتها لعدو شعر بالندم وإن رسمتها لمن لا تعرف قد يصبح صديقا لك ورسمتها لنفسك إزداد تقوى كان صلى الله عليه وسلم دائم البشر طلق المحياة ثم صلى الله عليه وسلم كم دائما ونقوسم كنجوف والأوليوجات بسامو البشاشة تعلو وجهها هو سواك ومجان نور ابتسامة الابتسامة لا تكاد تفارق المحياة فعن عبدالله من الحارث عبدالله من الحارث قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم نحتاج للابتسامة نحتاجة سانا كتابة سامو وقلب النظيف ونفس السامحة فالبصمة الجميلة تبقى وإنغاب صاحبها زي نباكية زي مكتة حتى كما متوكة كما مبتيا الابتسامة لا تكلف شيئا ولكنها تعني الكثير لكن هذا معنى كبوة وهي صمام أمان من القلق لني أمان مبليا وسواسي الابتسامة هي جواز السفر إلى القلوب قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلير يمكنك من خلال الابتسامة أن تدخل السرور لقلوب الآخرين وهذا نوع من العطاء قال أحدهم كنت أبتسم بالأمس وانا أبتسم اليوم وانا أبتسم غدا لأنه بكل بساطة الحياة قصيرة سوف تقد بأن الحياة ما زالت جديرة بالاهتمام إذا أظهرت ابتسامتك تتقاوز الحزن والكلمة الطيبة وانا أظهرت أن تتقاوز الكراهية كن كمحمد وابتسم كوى كمحمد صلى الله عليه وسلم نتبساموا ابتسم وكن كمحمد تبساموا نكوى كمحمد صلى الله عليه وسلم مكونوا كومكونوا هادي بيباني يادا بياد إلى الجنة يادا بياد إلى الجنة قوانا 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 هادي بيباني وانا قوانا قوانا هادي بيباني تبساموا نكوى كمحمد صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة